السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا شهل سكريبت راح نتعلم عن الأمر نت ونقول بسم الله ونشوف شو سنسوي الأمر نت الفايد منه هو تنفيذ عملية إذا كان الشرط غير صحيح فمثلا مجلد موجود والشرط يقول لك المجلد موجود صحيح هذا ما عندك مشكلة لكن إذا كان الشرط بحث عن مجلد المجلد هذا غير موجود حطيت عليه إعلامة نت فهو راح ينفذ حتى لو كان غير موجود ناخذ مثال أفضل نشوف شو موضوع طبعا تفتح أي ملف شل عندك ونجرب ونقول بسم الله نحط اللي هي البانك أو البن باش ثم نجي نقول يلا تجربة على السريع نقول اف ناقص دي ناقص دي اللي هي موجود ماشي هوم عبد المجيب ماشي ثم راح نكتب هنا ايكو 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 طبعا اليه ايكو ايكو تاتش تست مثلا فايل دوت تي اكس تي ماشي فاي خلاص سكرنا رح يسوي الحين رح يدور على ملف التست اذا كان موجود اذا كان غير موجود انه قلنا هذا الامر يقلب الشغل اذا كان غير موجود رح يسوي تست اما اذا كان موجود رح يدخل ملف اسم تست داخله طيب نجي حين نجرب نشغل اوكي اسسوا اكيد انه جاب ملف تست لو حطينا سي دي تست اه جابلك تست لاحظوا حسوانا الاس مافي شي مافي حاجة داخله الان رح ننفذ الامر مرة ثانية ايس رح يسوي الحين لقاو رح يدخل من داخل يسوي ملف اسمه اه تاتش اوكي نوصتش فايل او رد ايكتوري طبعا اكيد اه سي دي اوكي الان لو جينا ونسوينا الاس اي تست لاحظ انه اعطانا ملف فايل داخل هذا هذه فكرة فقط انه يعطيك عكس لا اقل ولا اكثر فانت اذا كان عندك الامر هذا صحيح ويقرب الى غير صحيح ينفذ الامر هذا اذا كانت العملية هذه غير صحيحة اوكي فتكون هذه صحيحة اذا كانت العملية هذه غير صحيحة هذا الفكرة منها فالان راحظ عندي هنا انه تم انشاء الملف هذا اذا كان هذا الملف غير موجود هذه فكرة النط تمام اه بس انتهت اليوم وشوفكم شرا فتس نقادم فيها معان الله اصحاب Elixir